حتى أن سيدنا عبدالله بن عباس ورد أنه استدل هنا بيذي الآية على مشروعية صلاة الضحى بالعشي يسبحنا بالعشي والإشراق والسيدنا النبي سماها سبحة الضحى حتى بعض المفسرين يقولوا يسبحنا يعني يصلين هنا معنى التسبح هنا بمعنى الصلاة بدليل فيه آية في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح بعد قصر الصلاة ومعنى لا يسبح مش معنى أن لا يقول أذكر ما بعد الصلاة لا لا يسبح يعني لا يصل السنة فالقرآن والسنة أحيانا يطلقون التسبيح على الصلاة فبعضهم أخذ من هذا مأخذ وقال إن سخرنا الجبال معه يسبحنا يعني يصلين بالعشي والإشراق وقال لك إن الإشراق وقت صلاة الضحى وصلاة الضحى سيدنا النبي بالمرة طالما ذكرناها مع سيدنا داود هي دي بقى لقد كان في قصيم عبرة ناقف معه اوعي فوتك صلاة الضحى صلاة الضحى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث خليل اللي هو سيدنا النبي والصاب ثلاثة لم أكن أدعهن قط قال لي اوعى تسيبهم أبداً ثلاث حاجات في كل يوم تعمله احفظوهم وركزوا فيهم سيدنا بو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لم أكن أدعهن يوماً قط واحد صلاة الضحى اتنين صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة وأن أنام على وطر أصلي الوطر قبل ما أنام أصلي الضحى بعد ما أوم من النوم وقت بعد الشروق ووقت الإشراق أصوم ثلاث أيام تلاثة واربعتاشر وخمسشار من كل شهر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمها صلاة الأوابين قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصاله من الإبل بالراحة بالراحة عليه نفسر كده يعني وقتها إذا رمضت يعني أحسد بالحرارة والسخونة إيه الفصال اللي هو الجمل الرضيع الصغير المولود من الإبل وشو معنى الفصال بالظابط الرسول بيضرب لهم مثل باللي قدام عينهم في الجزيرة العربية كرعاه للأغنام والجمال أتار الجمل الصغير الحرارة بتأثر فيه جداً لأن جلده لسه خفيف مش سميك زي الجمل الكبير فمجرد الشمس ما تطلع وتسخن شوية يجري جوه على طول في المكان في الضل فده وقت صلاة الضحة وإيه كمان في فضل صلاة الضحة بالمرة قال صلى الله عليه وسلم يصبح على ابن آدم على كل سلامة من بدنه صدقه وفي حديث ثاني أن بني آدم له ستمائة وثلاثين مفصل أو سلامة السلامة اللي هي المفاصل وسيدنا النبي قال المفاصل دي في حديث ثانية تلتمائة وستين والطب الحديث أثبت هذا سبحان الله فمن علم المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ألاف السنين كانش اللي فيه طب بقى ولا سنار ولا أشعات ولا تشريح ولا حق خالص سبحان الله تعالى فسيدنا النبي يقول يصبح على ابن آدم على كل سلامة من بدنه صدقه فكل تسبيحة صدقه وكل تحميدة الحمد لله صدقه وكل تكبيرة لو أكبر صدقه وكل تهليلة لإلى الله صدقه أمر بمعروف صدق نهي عن منكر صدق ويكفيه عن ذلك ركعتين الضحى نترجم بقى يعني عليك تلتمية وستين صدقة كل يوم عن كل مفاصل ومفاصل جسمك لازم تقدمها لله سبحانه وتعالى ويكفي عن كل ده ركعتين الضحى الضحى أقلها ركعتين أكترها اتناشر ركعة وقيل سمان ركعات وبعضهم بيصليها أربع ركعات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على صلاة الضحى غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه وإن كان مثل زبد البحر اسمها صلاة الأوابين سيدنا النبي كان لا يتركها أبدا سيدنا النبي وصاني ألا أتركها قط تكفيك صدقات وأجر عن كل مفاصل وعظام بدنك اسمها صلاة الأوابين تغفر لك ما تقدم من ذنبك شوفوا صلاة الضحى السيدنا النبي عباس تأكدت على صلاة الضحى بقوله يسبحنا بالعشي والإشراق وبعضهم يسموها صلاة الإشراق وبعضهم قال لا صلاة الإشراق شيء والضحى شيء تالي ترجمة نانسي قنقر